السلام عليكم كنتمنى تكونوا كلكم باخر والاخير ومرحبا بكم في قناتك ويزين تتيما فيديو اليوم ان شاء الله عبارة عن تتيما الفيديو اللي قبل منو كيفما وعدكم حضرت معاكم مو من لاحظة بالكفتة بثلاثة الانواع اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم بحشوات مختلفة تماما على بعضياتهم وحدا ما كتشباش الاخرى بلا مطبور عليكم نخليكم على فيديو اول حاجة غادي ناخد واحد الحبازي البصلي كتكون كبيرة اول جوج الحباز البصلي يكون رقائها صغار غادي نشلطها مرقاق بزاف غادي ناخد واحد المقلات وغنوضعها على النار وغنضفلها قليل من زيت الزيتون او زيت النباتية غادي نحكو على واحد ريس تومة وذيك البصلي اللي شلطت رقيقة غنضفيا هون جيب حتى كتتتحمر او اللي كتتحلي ذيك البصلي من بعد غنضفليها 500 جرام ديال الدجاج اللي قطعته مربعة يكونوا صغار شوية دي سكنجبير خرقوم شوية دي الابزار وشوية دي السودانية اختيارية غادي نشحر هذه المكونات مع هذا العطرية او غنخليهم حتى كتتبليه دجاج تماما منوره ما كتتبليه دجاج كنضفلي واحد جوج الحبات ديال القرعة خضراء اللي حكيتهم في الحكاكة الرقيقة او اللي حبة وحده كبيرة غادي نضيفيه نجيب حتى كتبليه ديال القرعة التهية من بعد ما كتبليه ديال القرعة كنضيف واحد الكميات القزبر ومعدوس المقطعين الرقاق وغنضيف هنا ايه واحد ربع حامضه اللي كيكون حامضه مصيره اللوب ديالها نقطعوه مرقاق اضيف واحد الاسد المعالق كبار ديال جبن الطري انا كنستعمل هذا استعملو اي نور بغاية تنتو مايا وغنضيفيه وغنجيب حتى كتبري ديال الحشوة تماما او لكتنجب كنخليها جانبا هكا كتجينها معل كصراحة هاد الحشوة كتجين ديدة بالزب كنخليها على جنب وكنناخد نفس المقلات كنوضع في القلم زيت الزيتون واحد جوجي الحبات اللي كيكونوا كبارة ان شاء الله تمتوا مرقاق حكيت عليهم واحدة دريس ديال التومة وكنتو كنجيب في ديال البصلة حتى كتطحلية هنا يكضلت له واحدة جوجو برقة ديال سيدنا موسى شوية ديال ابزار شوية ديال الهريسة او السودانية واحد طريف ديال سكنجبير حكيتو الا عندكم طريقة سكنجبير طريق وضيفوه ما عندكمش يمكن لكم استعملو الاخر يعني غبرة من بعد ما كتطحلية البصلة نضيف لها 500 جرام ديال السدر ديال تحنطه كيف ما كتشوفو تولى لي على شكل كفتا كنفرطة الكفتا حتى كتطبية تماما موراها كنحية الدكورة يقضي لها ورق سيدنا موسى وكنضيف قطيرة السوجة قصبره مع دنوس وهنا يديو شوية الشعرية الصينية كنجيب حتى كتنشف لي الحشوة تماما ضروري ما تنشف لكم الحشوة كتنشف لكم الحشوة كتنشف لكم الحشوة كتنشف لكم حتى كتنشفها كتنشف لكم حتى كتنشف لكم كنشي وكن اخذ واحد البولو وكنوضع فيه معلقة البزار شوية ديالتحميرا شوية ديسكنجبير محرقة صغيرة توم بودرة هنا عندي واحدة معلقة صغيرة موتارد شوية ديالملحة وكننخلطها لما غينات مزيال كنتين على هذا الشكل كنضيف لها 500 جرام ديالسدر ديالدجاج كنلبس ديالدجاج مزيال كنتين شرمي وكننخليه علاجم كنأخذ نفس المقلات كنوضع فيها قليم زيت الزيتون واحد البصلة اللي شلتها رقيقة شوية ديالملحة تحليل البصلة ضغية ضغية وكننضيفها وكننجيب بتاكس تحليل البصلة من بعد كنضيف لها ديالدجاج اللي شرملت معاكم وكننضيفي وكننجيبت من بعد ذلك البول اللي قدرت فيها لما غينات ديالدجاج كنضيفيه شوية ديال الماء اللي كيكون سخون وكنشلوه وكنسقي بها اولا كنروي بها ديالدجاج كنقطع له وكننخليه حتى كيطب تماما دجاج بنفس المقلات كنخليها على جنب وكنناخذ واحد المقلات اخرى وكننوضع فرقنة من زيت الزيتون وضفت لها هنا لشامبنيون طريق او للمعلب كنديل شوية ديالبزار وشوية ديال الملحة وكننضيفيه وكننجيب حتك طحليه او لكيطبال ليدك من بعد كنضيفيه وحد شوية ديالدجاج الشعرية التهيئة اللي رقتها في المسخون وقليل منها قصبور او الربع كنضيفيه وكنجيبتها كنشفليه الحشوة احتيه تماما من بعد كنضيفيه مع القديل الهريسة ايختيارية الزيتون بالعظم اللي كيكون قطعته رقيق وكذلك كمية دياللي كورنيشون اللي قطعته برقيق ودروري ما تغسلوهم مزيان بالمسخون بشنا نقص منهم ديالحموده او لديك الصوده انا اترجع الجج ديالنا كيفما كتشوف رطب انا كنحرك فيه وكوف نفس الوقت كنفرتت فيه يعني كنفرتت فيه وكنخليه باشيشرب ديالي كنشرب دياله كنضيفيه وكنجيب حتك نشيف تماما من داكلمه منورا منشفليه وفرتته في نفس المقلات كنضيفه لديك الحشوة اللي دلت كنخلط كل شي مزيان من بعد ما كتبرتليه الحشوة واحد شوية كنضيفليها موزاريلا وفرمج حمر اختيارين بغيتو اضيفهم اضيفهم او بغيتوش يمكنك تكتافيوا بالحشوة كيفما هي كنخلها كذلك على جنب وكان مباشرة باش نوجدو الحشوة التالتة كناخدوا واحد تنجرة للضغط وكنضيفليها 500 قرام ديال صدر ديال الدجاج كنضيفلها الماطايب او اللي سخون شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار ورقة ديال سيدنا موسى ثلاثة ديال فصوص ديال التومة اللي تكيتهم بالموس وكنسد الكوكوت وكنديرها على النار حتى كاتب لي دجاج تماما من بعد ما كاتب دجاج كناخد واحد الهاشوار وكنوضع في هذا كصدر وكنطحنه مع شوية ديال السوريمي المدخن وشوية ديال ملحة وشوية ديال البزار وشوية ديال الهريسة بالنسبة لهذا المقطع تحدفليه للاسف من بعد كيجين على تشكل هادا شوية ديال مدزاريلا شوية ديال فرماج حمر وقطار ديال السوجا للاسف داك المقطع تحدفت السوريمي والملحة والبزارة الهريسة تحدفليه من بعد كنضفلي البشاميل هنا يتقربين واحد كويس ديال البشاميل اللي قدرته وضروري ما يكون عاقدي يعني يكون تقيل ما يكونش خفيف واحد معي القصغير ديال التوم غبرا وكنخلطت المكونات مزيان مع بعضياتهم بالنسبة لي للحشوات هذي الحشوة اللولة اللي حضرت معاكم هذي بالنسبة للحشوة الثانية ديال الشاريه الصينيه والكفتة وهذي ديال الدجاج والمخلالات وهذي ديال السوريمي المدخن او الدجاج بالسوريم غنجو دابا للعمارات او اللا كالطريقة باش نعمر هناك فما كتلاحظو خديت الورقة الكبيرة وقسمتها على 4 يعني كلها بلاسفات قريبا 10 سنتيم كنقطع عليها تشكل من اللي احسن تخدموه بالمستارة انا ديجاج برد وكنقطع عليها تشكل هذا وباش تسهل عليها خدمة ضرورة ما تحيدو دوك يعني دوك الجناب اللي كيكونوا ناش فين كيقطعوا الورقة بحلاقة كنوجد كلها الورقة حداية كنحلها كلها وكندهنها بالزيت وكنوجدها حداية باش تسهل عليها خدمة هناك فما كتلاحظو غا نبدأ نعمر كنوجد الورقة كلهم حداية او لشرائد ديال الورقة ودائما البلاسة الحرشة هي اللي كتكون فوق او اللي كتكون داخل البلاسة المئلسة هي اللي كتكون تحت كنوجدهم كلهم وكنم بدنا نحط العمارة هذي من نسبة العمارة ديال السوريمي وهذي ديال قرعه خضراء والحمد مصير كديرا بزاف ولديدة صراحة كلهم الحشوات كيجوا بناء وهم اقتصاديين يعني جوج كيلو ديال سدر ديال الدجاج كيخرج ليك الخير والبارك يعني تقريبا تبارك لارك يخرج بزاف كمية كبيرة وهذي الحشوة الرابعة وكنم بدنا نطبقين دارول في هذي المرحلة تكون اديك خفيفة باش تضغيط قلبي الورقة انا كنخدم معاكم شوية باش تباليكم في الصورة اما كتخدموهم على شكل برايوات او لشكل ديسيقار او اللي بغيتو السمنة اللي بغيتو او لا الشكل اللي بغيتو انتو معا انا 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 عز خدمة نقول لهم شكل برايوات كنتون في هذي شكل هذا كنتشكل متلت ومن بعد كنقع ندور وكن نكمل بنفس الطريقة دارولي كنحيدو اي حاجة طاحت لنا في الجنبرا كنرجع لطبصل ديالها هذي شكل هاتف كيكون كيجيسال في الخدمة اللي حقاش اصلا كي كياخد الفورما اللي احطيته كياخد الفورما ديالها سوف كنا بدا نقلب حلاق من بعد كنجمع بالماء والطحين او لا يعني بياد بيضة انا هنا كنديل ماء والطحين وكنسد البرايوات ديالي كلهم اما يمكن لكم تدخلوهم تحت الورقة او لا تديرهم بحالة شكل هاذا كيف ما كتلاحظون كنتمنى من الناس اللي اول مرة كيشفوا القناة ديالي تابونوا عندي ويخلو لي جيم للفيديو ولا كانوا كيعش بكم فيديوات او لا بغيتم ديالكم فيديوات او وصافات في دماغ ديالكم بغيتم ديالهم لكم فاخليوهم لي في خانة التعليقات بالنسبة لهذا الحشوات يمكن لكم تخدمون لوليداتكم او لا تخدمون كومود بالنسبة السيدات اللي بغاو ترزقوا الله فهذا رمضان غادي نعاود نخدم معاكم حدين اخرين باش تسهل عليكم الخدمة انتوما إلا ما كنشوش كتعرفوا السيدات اللي ما كعرفوش اخدموا البرايوات خدموا لسيقارتة لسيقارتك يعطون نفس الكمية يعني الورقة كتتقسم على الاربعة كتتقسم على الاربعة كنستمر بهذه الطريقة حتى كنكمل البرايوات او للحشوات ديالي كلهم موسيقى موسيقى حتى بالاخر كنلماً بالماء و الضعين هذه هي الكمية اللي اعطتني يعني 100 كيلو ديالصدر زياد الجيش اعطتني كمية ب锅رية كبيرة بنسبة لطرقة يلا احتفاظ بيهم نقوم بعمل ورقة ميكا أو كيس بلاستيكي ونستفيد البرايوات كلهم ونقسم ميكا ونستمر بها الطريقة حتى نكمل كل شي من بعد ما كانت تكونجلولي يمزيان يعني خليتهم أنا ليلة كاملة في الكونجيلاتور هنا غاد نجي وغاد نديرهم في أكيس بلاستيكي الخاصة بالمجميد ودائما نعلمهم يعني كلها ميكا كنكسف فيها شنو فيها نستمر بعد طريقة حتى نكمل الكمياء كلها اللي عندي يعني البرايوات كلها كل حتى دات ليلة ميكا ديالها وسميتها أو اللي علمتها كا حتى ديالهم في المجميد الوقتين اللي بغيتهم كنجبدهم كندخلهم مباشرة الفران يعني ما كدخلهم مش تاكيدبلو أو اللي حتى كيتلقوا مباشرة الفران كنتمنى الفيديو يعجبكم و السلام عليكم